شاهدين الكرام نتكلم اليوم مع فضلت الشيخ عصان في بداية هذه الحلقة عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله ومد يد العون لكل محتاج في هذه الأمة طيب إيه علاقة دقاء أننا نتكلم عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله وإيه الموضوع اللي معنا النهاردة ده هيجبان من خلال الخبر اللي هنشوفه ونتبعه مع حضرتكم دلوقتي خبر بيقول غزة آلية جديدة لأنوروة تفاق معاناة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين تمام؟ وده طبعا متعلق بقرار أنوروة إلغاء الكابولة الصفراء وهنفهم مع بعض من خلال الخبر اللي بعده أيضا الموضوع بالزبط خبر اللي بعده بيقول انتقادات بشأن قرار الأنوروة تقليص المعونات الغذائية لسكان غزة كمان مؤتمر المانحين طيب نقرأ الأولى التفاصيل كده شوية انتقلت اللجنة الشعبية للاجئين في غزة قرار ركالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروة تقليص المعونات الغذائية لسكان القطاع ويقول الأهالي أن هذا الإجراء سيؤثر على الحصة الغذائية التي تصل إلى فقراء اللاجئين تعالوا بقى مش بس الموضوع يا جماعة في غزة وفقط لا احنا بنتكلم مد يد العون لكل الأمة في شتى بقاع الأرض إيه المنطقة الثانية اللي نروحها نطلع من غزة على اليمن ونتابع هذا الخبر بخصوص مؤتمر المانحين جوتريش يتحدث عن مساعدات مخيبة لليمن طيب تفاصيل الخبر بتقول أعلنت الأمم المتحدة أن تعهدات الدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن خلال مؤتمر افتراضي نظمته الاثنين واحد فاصل سبعة مليار دولار أي أقل من نص ما يحتاجه البلد لتنجب المجاعة أو لتجنب المجاعة بس هي مكتوبة غلط مفروض الجيم قبل النور معربة عن خيبة أمالها وقال الأمين العام للمنظمة الأممية أنتونيو جوتريش في بيان أن هذه تعهدات مخيبة للأمال وأن أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى بعدما كانت الأمم المتحدة تتطلع لجمعة 3.85 مليار دولار وكان يجب تلش قد نشد الدول المانحة للتبرع بالسخائل لتجنب كتبوصح المرضهم مجاعة وساعة النطاق في اليمن في افتتاح المؤتمر الذي يهدف لجمعة 3.85 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة في البلد الغارق بالحرب خلينا نشوف مع بعض المشاهدين الكلام كده على شاشة بعض الصور في اليمن وما وصلت له الأوضاع هناك كما تتابعون وتشاهدون على الشاشة هذه هي بعض الصور التي تعبر عن مأساة اليمن واقتراب مجاعة جديدة في اليمن نسأل الله عز وجل أن يرفع الكربة والبلاء والمجاعة عن أي شعب من الشعوب العربية وعن شعوب العالم الإسلامي لأن هذه الصور يعني بجد تضمي القلوب وتضمي قلب كل صاحب ضمير وكل صاحب مبدأ وكل حر في هذا العالم لا بد وأن يسارع بالإنفاق في سبيل الله عز وجل حتى تكون الصدقة والإنفاق يعني يصلون إلى مستحقهم خلونا مشاهدين الكرام بقى نضع كل هذا في ميزان الشرع وفي ميزان الدين مع فضلت الشيخ أصام شيخنا يعني تعليق حياتك الأول على هذه الأخبار وتلك الصور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فهذه المعلومات التي عن غزة وعن اليمن هي طبعا معلومات ليست صادمة لأن العالم الذي ادعنا وسيتبرع لهؤلاء هو نفسه العالم الذي صنع الحرب في هذه البلد نعم في هذه البلدة فكيف نصدق أن الذئب سيكون يوما راعيا للغنم كلام مش منطقي يعني لما نجي نبوص النهاردة عدد الأموال التي تنفق على الحرب في اليمن سواء من الإمارات أو من من يؤيد الحوثيين أنت طالب مليار و7.7 من عشر صح صحيح طيب ده ممكن يدفع في شهر في حرب هو آله كمان بيحصل آله في الوقت لكنه على فرقه آه بيحصل تمام يعني إذا في خراب البلد سهل تدفعه في إنقاذ البني أدمين حنش بيدفعه صحيح نفس الحالة في غزة ممكن دول عربية تساعد إسرائيل وتصهين معها وتعمل ووا 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 فتتضرب غزة بسلاح تمن اللي الضرب فيها مش هقول يوكل ويعيش الناس لا على الأقل يعني يعمل بنية تحتها عدلة تمام ويبقى في كل بلاد العالم المظلوم فيه الحكاية دي لماذا يحدث كل هذا الأمر أي مع هذه الدول لأن الأمة بتولية بحكام لا يمثلونها بل هم يمثلون أعداءها اتنين أن أصحاب المال من الضريبة الشرعية أو الفريضة مش الضريبة استغفر الله الفريضة الشرعية وهي الزكاة لو أدوا ما عليهم من الزكاة اللي هو مش الفضل العدل آه الاتنين ونصف المية آه من غير محد يعني يطلع من جيبه زيادة خالص عدل ربنا سبحانه وتعالى بس لا كفى الناس يكفى الناس عدد زكوات الشركات بس اللي هي يعني لو الناس تركت أن تدفع زكتها لمن يستحق لو تركوا المجتمع يطعم بعضه بعضا بما قال فيه تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لا كفى طيب شيخنا احنا بنعني من القصة دي أنا أفتكر من قيام الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يطلع المنبر يقول والله لو دفع المسلمون زكاة أموالهم ما بقي في المسلمين جائع وليس لما يحل في هذا واقع أيوة طيب هو دي الوقت دي ليه شيخنا احنا ما بنحلش اللغريات من ده من زمان لي وليه يتحل مين قال لك انه يتحل مين اللي عايز يحلو ليه ما نحلوش الليه اللي هو مين سؤال موجه لمين إن المسلمين يدفعوا زكاة أموالهم آه يعني طيب خلي المسلمين عايزين يدفعوا زكاة أموالهم يدفعوا المين آه هنيقفع عند حتة فين بيت مال المسلمين مين اللي هيرع يخدها يديها المستحقيها آه إذا أنت مال الدولة نفسه بتسرق المال العام عايز مال الزكاة لماله الصاحب أكتر في تصور الناس دي اللي يعني إذا في عهد النبي على الصلاة والسلام اللي هو لرقابة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا واحد اللي كان عامل على مال الزكاة وقاب كده وقال هذا لكم وهذا أهدي لي نعم النبي قال له يا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر أكان يأتيه أم لا نعم انت جالك ده عشان وظيفتك يعني صورة من اللي تتعالك جنب حضرتك دي والله العظيم تخيلت حالا والله لو كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الفاروق عمر أو في عهد يعني مش كانت الدنيا قامت مش كانت الدنيا تحركت يعني هو ليه اللي تغير في المسلمين عشان احنا نقعد نتكلم زم حتاك قلت في مليار وسبعمية هيروحوا عشان ناس تأكل وتشرب وتبني بيوتها والكلام ده وبيتصرفوا في يوم في حرب يعني وهو مين اللي هد هو انت حاسبت اللي هدينهم البيت عشان تقولهم تعالوا مساعدات يا راجل انت بصت احد الحكام المسلمين من دولة المالك فهد يا سيدي هو عايش وقتها كان مالك السعودي البرأ اللي حديث يخذ حيوان في الغرب في 12 مليون دولار وقتها قديم ولما حصلت احداث البصت نهارسك رايحوا بديلهم مش عارف كم طن طمر هم بيأكلوا الطمر في رمضان ومصايمين عشان تدرهم يأكلوه في عز الجوع يعني ومرة حصل اني دكتور حسن الطراب اللي ارحمه طلع معلومات اني فيه سلاح وكتشب يروح لجون جرنج اللي كان انفصالي مسيحي ضد المسلمين في السودان السلاح الجامل السعودية فطلع المعلومة الدكتور حسن الطراب ردت عليه السعودية فاكرين لما ساعدناكه في سنكزة وسنكزة ايه علاقة تساعدني بلؤمة وتدي عدو سلاح يموتني ولا واكل للؤمة ولؤمة ما تكفينيش اصلا فدي قافة العالم الغربي يحتاج لان هذه البلاد لو استقرت تجي النهاردة تدور سوريا من اللي دمرها المال الروسي والايراني والخليجي بش ده اللي حصل فيها لبنان نفسي الحالة مصر اللي تصرف على مصر في الانقلاب لو تحط في مستشفيات ومدارس في مصر كانت الناس شالت حكام الامارات والسعودية على رأسها من فوق وكاتبت المستشفى باسمه تمش عندك بانطقة اسمها الشيخ زايد طبعا طيب ليه عشان حد تجيب برأم الويس والشيخ زايد عمل حاجة سواء بقى عمل ما عملاش كلها كل اللي عمل حاجة بكتب له شرع فيصل الملك فيصل إذن الجماعة اللي بيعمل حاجة لأمة بتفتكروا طبعا إنما أنت النهاردة موّدت ناس دمرت اليمن ودمرت سوريا ودمرت العراق ودمرت 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 بقيه لك إيه إيه اللي بقيه لك إيه اللي الناس تذكره لك غير الشر أيه طب ده ده في الدنيا في الآخرة بقى الآخرة الحساب تاني بقى الانفاق في سبيل الله بقى كمان يعني أنا بتكلم على اللي بينفق وإيه اللي بيضمر أي ما هو أنت فيه نقطة يا سيدا أحمد إيه اللي بيخوف الناس من الانفاق في مناطق زي دي يقول لك طبعا أنا هاي ابن بيت هيجي الحسين تاني يضربه بال آه أنا مش بثبطي الناس تمام لا الأولى يا جماعة أنت أسعى الجهود ليقاف هذا النزيف من الدم من الحرب ثم نبدأ في الإعمار صحيح بس آه أنت الكويت لما حرب تحليل الكويت ليه العالم تسابي أنه إعمار الكويت لأنه فيه فلوس صحيح هيعمر في سنة والسنة الجاهة هيبط مظبوط إنما دي بلادي عيني غلبانة رغم أن اليمن وسوريا وبيلدي فيها خير أيها لو تم إعماره العراء كان أغنى بلد خليجي صحيح البترول وكلام ده اللي ضمروا إيه استبداد صدام وطمع الدول الغربية وعدم ذكاء للأسف الحكام العرف في الحروب اللي من ومن بعض صحيحنا يجوز شرعا أو هل يجوز شرعا إرسال ذكاة المال من كل مسلم العالم إلى إخواننا المحتاجين للطعام الزكاة تجوز شرعا لكل من يحتاج ويجوز أن تنقل من بلد إلى بلد إذا كان البلد المنقول إليه المال أو الزكاة محتاجا أو عنده حاجة عاجلة طيب لو قلنا دلوقتي رسالة من فضلتك لكل الناس اللي ممكن تنفق ممكن تساعد ممكن يرسل مال ومتخوف قولك طب أنا أبعت مال غزة طب أنا أبعت مال اليمن هل يجوز أن أنا أبعت المال ده اليمن إذا عرف وسيلة آمنة تصل لمستحقيها نعم نعم جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم إذن مشاهدين الكرام ما أجمل الصدقة والإنفاق إذا كانت في سبيل الله عز وجل وما أجملها وما أروعها إذا كانت ستصل إلى كل مسلم محتاج يعني وما أكثر المسلمين المحتاجين بعد هذه الحروب التي تحدث في المنطقة العربية وبلدان يعني نتكلم عن وجود ما يبشر عن وجود مجاعات في هذه البلدان إذن مشاهدين الكرام كانت هذه كلمات فضلت الشيخ حصام للتعليق على الصدقة والإنفاق في سبيل الله ومد يد العون لإخواننا المحتاجين سواء في غزة أو في اليمن